أبت أوقاتكم عزائي المشاهدين في سلسلة الحلقات المكرسة للذكرى الأربعين على الثورة الإيرانية نستضيف أحد المشاركين في أحداثها والشاهد عليها والصديق المقرب لبعض من قادتها هو الأستاذ الدكتور دابيد عباس أبيستا الخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور بيود لي أن أسأل أولا تمث من يقول أن الثورة الإيرانية التي اكتسبت بعد ذلك طابعا إسلاميا هي كانت على إصلاحات أشياء أو ما يعرف بالثورة البيضاء التي أطلقها والتي عادت نمط الحياة الليبرالية إلى حد ما في إيران هل هذه النظرية صحيحة؟ تقريبا مرحبا أهلا وسهلا وأهلا لكم في باريس الأستاذ سلام وصافر أهلا وسهلا لكل المشاعدي الثورة الإسلامية في إيران كان الثورة ضد الثورة كان ضد ثورة الشح ثورة البيضاء ما كان ثورة البيضاء كان التقدم للشعب الإيراني من مدينة حتى القراء كل الثورة في جبال بعيد جدا ثورة ثورة التعليم لكل الشعب طب لكل الشعب سيدلية لكل الشعب التقدم لكل الشعب والنساء حرية النساء من زمن رزاشة أبي محمد رزاشة النساء في إيران كانت نتعلم أن هذه المكانية تشاركوا في السياسة في التقليم في كل الأشياء لكن مع ذلك كان هناك فقر كبير في إيران ربما هو الذي دفع بهذه الألوف أو حتى مئات الألوف ربما الملايين للخروج وتأييد ثورة الخميني لا سيادة سلام مصافر أنا شخصيا بدي أعطيك مثال لأن هذا الأول كل دعايات مش سحيح أنا كان أمري في إيران تسعة عشر سنة سنتين قبل الثورة وأنا كنت شخصيا طالب وكنت مليونير وكان ملايين ما كان من عند أبوي أنا كنت أشتغل منذ خمستاش سنة كان أمري وكان دي كثير من أشتغل في زمن الشاه إذا كنت تشتغل كنت تربح ولكن أنت ساهمت في الثورة أنا ساهمت في الثورة مش كما رأينا بعد لأن من بداية خرية حرية لأن أنا كنت كاتب أيضا منذ كان أمري أربعة عشر سنة كنت أكتب في صحف إيراني نبرد ما مردم آفتاب الشرق خراسان في هذا الصوف أنا كنت أكتب وكاريكاتور أيضا ولكن طبعا كالصحافي وكالشاب كنا نريد أكثر من حرية حسنا ولكن الثورة الإسلامية إجا دوري يعني حتى كل الرجال الدين ما كانوا يعرفوا بأنهم سيأخذون سلطة بعد سنة وسلتين جاء دوري جاء دوري سيادته صلاة المصافر يعني ما هو الدور الذي لعبتموه أنت